اشتركوا في القناة اننا نقاتل ايضا من اجل اتخاذ الاجراءات الحاسمة واللازمة من جانب امريكا واوروبا وهو الامر الذي من شأنه ان يعزز جيشنا اننا نبذل قصارى جهدنا وسنبذل قصارى جهدنا لضمان خسارة الارهاب الروسي هذا ليس ضروريا لبلدنا فحسب بل هو ضروري للجميع وحرفيا لكل شريك ولجميع الشعوب سوف نقوم بعادة اعمار مستشفى اخ مديت وانا على اتصال بمجلس الوزراء الاوكراني واول قرار هو دعم المستشفى بمئة مليون هريفنا واضافة الى ثلاثمائة مليون اخرى على المراحل المقبلة ستكون هناك حلول اخرى بالنسبة لكييف ومدن منطقة دنيبرو ومنطقة دانيتسك وسندعمها جميعا بالتأكيد سنساعد ايضا جميع الاطفال وجميع الاسر وجميع المتضررين واشكر ايضا جميع الاشخاص الذين دعموا مستشفى اخ مديت والذين يدعمون يونينتد اربعة وعشرين والذين يساعدون الشركات والمطوعين وكل من توحد الان هذه هي وحدتنا الاوكرانية ونحن بحاجة اليها اشكر ايضا القادة والدول الذين ادانوا الالهاب الروسي امس واليوم نحن نقدر دعمكم ايها الاصدقاء نحن نتواصل عبر الهاتف ونعمل الان مع الشركاء حتى لا يبقى احد صامتا حيث يدين الجميع هذا الحدث اريد حقا ان يتصرف الجميع حيث تكون هناك بالضبط الحلول التي ستعيد الام وخاصة القرارات هنا في واشنطن هنا في قمة الناتو المجد الاوكران